لعام 1971 ونشوف شو عنوانة صحيفة النهار بمثلها النهار نحو قيام محور بين القذافي وابوميديا مصر وسوريا لا تعلق رسميا على الإجراءات الليبية نتابع أيضا مع عنوانة النهار من 50 سنة مثل اليوم مجلس الوزراء إلغاء إجازات استيراد الأدوية وتنظيم وزارة المال حالو جلسة المناقشة تفضح حزال الذين طالبوا بها سواء إذا طرح سلام ثقة ونالها أو تحاشى خصومه استدراجه إلى طرحها وملايين تذهب إلى جيوب المحظوظين كتعويضات إضافية لا يستحقونها هذه من اكتشافات لجنة المال هي وعم تدرس الموازنة على فكرة هذه الاكتشافات بعد مستمر لليوم بيتبين بآخر تقرير شفتوا لجنة المال والموازنة طلع في مئات الموظفين بلبنان ما عندهم مسميات وظيفية الموظف بلبنان هو إما موظف إما متعاقد إما أجير إما مياوم يعني فيه مسمى وظيفة بس بلبنان عندنا المئات بدون شيء يعني مش معروف شو هنه بس موجودين وبيقبضوا السجن لتسعة تجار عشرة أيام مع وقف التنفيذ رزق الله لما كان فيه دولة دورة فرع إدارة الأمال تجري اليوم وفوضى في انتخابات اليسوعية المرشحون وأنصارهم يقطحمون المعزل معزل وبالكاريكاتور مثل ما عم نشوف هون هنحارب إمتى لما الحرب ترجع من الهند هون عم نحكي عن أنور السادات هلأ لا فقرتنا